صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ولا أخفي عليكم سرا الجو تلج النهاردة فقبل ما نكمل فقراتنا نروح نتطمن على درجات الحرارة من دينا شرف دينا فعيشين في التلج ده الامتال لا وانا كمان فيه كومنت انت قرطون الناس مش عايزة تقوم تفتر لما تطمن على حالة الأرصاد نحب بنا نطمنك على حالة الجو مفروض النهاردة بداية الربيع يا دي مفروض وجو تلج يعني حقيقة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة هيكون فيه انخفاض في درجات الحرارة والطقس هيكون ماء للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وهيكون بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووطسة صيناء هيكون دافئ على جنوب صيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصيد ماء الحرارة على جنوب الصيد لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء وفيه النهاردة كمان نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري هتمتد وتكون خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري دلوقتي خلونا نستعرض معاك ودرجات الحرارة متوقعة النهاردة هنبدأها من القاهرة والعظمة 18 والصغرى 9 الأسكندرية 17-10 مطروح 17-10 سيوة 19-8 بورسعيد 18-9 ضميات 17-11 الإسماعيلية 18-10 إسويس 17-11 العريش 17-8 كاترينة 20-5 طابة 21-13 شرمشيخ 24-15 الغردقة 25-15 فيوم 21-8 بني سويف 19-9 الميني 22-9 أسيوت 22-9 سوهاك 23-9 قنع 28-10 الأقصر 29-12 أسوان 30-12 الوادي الجديد 28-10 وشلاتين 28-13 أخيرا حلاب 26-13 الجو برد ما نعتمدش أننا وصلنا للربيع ونهاردة طبعا بداية فصل الربيع لكن الجو برد خلونا نخلي بنا وما نخففش الملابس خاصة في الساعات المتأخرة من الليل هرجع مرة تانية لأحمد وهدين عشان نكمل معكم فقرات صباحية واصل ربنا يسترع ويساري من جميع بشكري كذين وكمان في بعض الأمطار الخفيفة كده دلوقتي يعرف شكرا لك شكرا لك